علامات الموت بدت واضحة على الصور الأولى للأحياء المحررة من مدينة الرماد العراقية الطيران الحربي العراقي المدعوم بقوات التحالف تمكن من التقدم في المدينة والقرى المحيطة بها وقد أسفرت عمليات القصف المجعة والمركزة عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وإلحاق خسائر مدية وبشرية كبيرة بهم القوات العراقية فرضت منذ فترة طوقا محكما على مدينة الرمادي من جميع الجهة وتمكنت من تحرير عدة أحياء غرب وجنوب المدينة الرمادي تشهد عملية عسكرية واسعة لتحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي سيطر عليها في منتصف مايو أيار الماضي وحسب مجلس محافظة الأنبار فقد تمت استعادة السيطرة على ما يزيد عن 70% من الرمادي فيما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن استكمال تدريب 15 ألف عنصر من القوات العراقية في أكثر من 15 موقعا